نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن أنفوغرافات تصلط الدوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأبرز التقرير التوجهات الرئاسية والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة في مواجهة أثار الأزمة وتشمل الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف أثار التدعيات الاقتصادية العالمية على المواطن فضلاً عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفير السلع الجدائية الأساسية ولفت التقرير إلى تشكيل لجنة حكومية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية على أن تعقد اجتماعاتها بشكل إسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة ترجمة نانسي قنقر